الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد إن القلب المسلم الذي ينبض بحب الانتماء للأمة ينزف دماً للصور التي تعرض للمسلمين عبر المواقع أحرق آخر مسلم في جنوب إفريقيا في عاصمة بانجي فاحتفل المسيحيون بتطهير بانجي من المسلمين ثم اضطروهم لينحازوا إلى مكان لم يستطيعوا الدفاع عنهم فكأنهم يجمعونهم في مكان ليتم القضاء عليهم مرة واحدة تحت أنظار ما يسمى بقوات أممية فرنسية وإفريقية إخوانكم في بورما تفنن في تطهير الأرض منهم شتتوا عبر البحر وأحرقوا بل أكلوا لحومهم مشوية كما نطقت بذلك الصور المنبعثة من هناك رأيتموهم كيف يقومون بشيهم وأكل لحومهم أية قلوب هاته أي بغض يحملونه هؤلاء نصارى ضد المسلمين أو بوذيون ضد المسلمين وإن لائحة التفنن في إذاية المسلمين والاستمتاع بمعاناتهم لا تنتهي في العراق وهذا الذي دفعني لهذه الكلمة الشيعة في العراق المالك في العراق تفتقت عبطريته قبل الانتخابات والتي يريد أن يستحوذ عليها للمرة الثالثة ليظل هناك حاكما أوحدا لعب بأموال البترول في العراق ومول بها التشيع في سوريا ووقف مع حزب الله أموال العراق الآن حرم منها أهل السنة وهم أرادوها طائفية يعبون علينا إذا تحدثنا عن أن المعركة طائفية لكن هم الذين يقومون على الأرض بفعل طائفي حقيقي وليس مجرد كلام نقوله الآن بعدما رأينا ما رأينا إن آخر ما تفتقت به عبقرية الملك تعرفوا إسموه أو لا تعرفوش في قتل المسلمين برام المتفجرة شاهدناها الانفجارة شاهدناها قصف البيوت شاهدناها حراق المساجد شاهدناها حراق المسلمين أحيا شاهدناها قلوا لله خليكم مالك واش مالك واش عارفين أي العمل كما ورأينا لم تحدث إلا في العراق في منطقة أبغريب في بغداد والناس يتهيأون للانتخابات ويطالبون أهل السنة بالخروج جماعات من أجل أن يعطوا أصواتهم لأهل السنة حتى يسترجعوا مكانتهم التي كانت لهم قبل أن يسيطر المالكي وأحزاب الشيعة على العراق بتواطئين مع إيران وأمريكا وأعداء الأمة في الداخل والخارج ما هي هذه العملية الأخيرة إغراقهم بفيضانات السدود يا أخي أغرقوه رأيتم الفيضانات هدموا السدود ليتجه طيار الماء الجارف إلى بيوت أهل السنة إلى هذه المنطقة بالضبط في بغداد ليتم تطهير بغداد من أهل السنة وليتم إشغالهم أيام الانتخابات فبدل أن يخرجوا للانتخابات كما عزموا على أن يفعلوا ذلك فهم الآن أولويات المرحلة تتطلب إغاثتهم وانتشالهم من المياه التي أغرقت بيوتهم وذهبت بأموالهم ومتاعهم فهاموا على وجوههم يا الله يا الله يا الله سمعت لتصريحات بعضهم ولبعض علمائهم يبكون بدل الدم أي دماء ويقولون انظروا إلى الشيع الروافض إلى الحقد الدفين كيف يترجمونه واقعا على الأرض أخرقوهم أخرجوهم من ديارهم اتتموا أطفالهم فعلوا بهم الأعجيب رأيت في نشرات الأخبار كيف أن المياه التي تأتي بقوة وبسرعة عارمة وبأمواج طوفانية إلى تلك المناطق أين الجيش العراقي أين هيئات الإغاثة العراقية أين رجال المطاف والإنقاذ إنهم سنة تركوهم يبادون من لم يحرق فليغرق في الماء من سولت له نفسه أن يسترجع حقه في العراق فهو واهم العصر عصر الثورة تصدير ثورة الخمين لكي تقبضك الكماش على العالم الإسلامي صورة من صور معاناة المسلمين في هذا الزمان إننا نجني حصادا مر بفعلي ودينا عن الله بفعلي قسامنا تشتتنا وقوفنا مع الظلم إن الذل الذي أصابنا لن يرفع أبدا إلا بعودتنا إلى ديننا واعتزازنا بإسلامنا إن تلك الكلمات التي تدغدغ الأحاسيس الصادرة من بعض العلماء الصادقين الذين كانوا يرومون أن يتوحدوا مع الشيعة حسن ظن منهم فعلت فعلها في الأمة في استرخاء وتخدير استغلها الشيعة في غفلة الأمة وفي زمان تكالب عليها الخارج والداخل والبعيد والقريب لكي يفرغوا شحنات غضبهم وعقدهم على الأمة غرقا تطفو عليه الأجساد المسلمة حرقا تتفحم الأجساد المسلمة شيئا تؤكل به أكباد المسلمين عنفا سجنا كل أنواع التهذيب لكن الله يا أمة رسول الله لكن لا أصبحت كالشياه الشاردة في الأيام الشاتية ليس لك راع ليس لك راع راعيها وحاميها حراميها من اعتقدت الأمة في أن يضمن حماها هو الحرام الذي يكويها ويحرقها ويغرقها ويتفنن في تعذيبها إلى المسلمين أن يتيقظوا وإلى الله أن يعودوا وإلى دين الإسلام فليرجعوا وللكتاب فليحتضنوا ولسدة النبي بالنواجه فليعظوا عظوا بالنواجه عزكم في دينكم عزكم عزكم في دينكم والعزة في غير الإسلام فحنا قوما أذل في الجاهلية فأعزنا الله بهذا الإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذاقنا الله ألوان الذل والمهانة ولن يرفع الله عننا الذل والمهانة إلا بعودة صريحة صادقة إلى ديننا وليس لنا طريق غير أقاسم برب الأرض والسماء ليست للأمة إلا هذا وبغير ذلك سنستمر في تجرع مرارة الهوان والذل والانكسار وصلى الله على المغطار ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة